فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من نذر نذر طاعة فأل هو مخير بين الوفاء بالنذر وبين الكفارة نعم من نذر نذر طاعة فأل هو مخير بين الوفاء بالنذر وبين الكفارة لا ما هم مخير يجب عليه الوفاء بالنذر الوفاء بالنذر وأما الكفارة هذا في نذر اللجاج والغضب ونذر اللي ما قصد عقده هذا يكون فيه كفارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نذر نذرا يقصد به التصديق يقول إنسان هذا الشيء صحيح فعليه صيام عشرة أيام هذا يجري مجرى اليمين يجري مجرى اليمين أو إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعليه صيام عشرة أيام هذا يجري مجرى اليمين تحل كفارة اليمين لأنه ما قصد به التقرب قصد به التأكيد أو النفي يعني مجرى اليمين نعم